إذا أدخلتم عبارة دبلوماسية فخ الديون في جوجل لا وجدتم أن معظم تقارير الإخبارية ومقالات الرأي تتعلق بمبادرة الحزام والطريق التي طرحتها الصين عام 2013 إذن من الذي يروج لنظرية مبادرة الحزام والطريق فخ لديون؟ وما هو منطق هذا الاتهام؟ طرح الباحث الهندي براهاما تشيلاني لأول مرة مصطلحة دبلوماسية فخ الديون عام 2017 حيث زام في مقالة له أن الصين تغري دولا نامية على قبول قروض غير مستدامة للتطوير البندة التحتية عبر مبادرة الحزام والطريق وعندما تعجز هذه الدول عن سداد القروض وتقع في فخ الديونها تأتي الصين لتستحوذ على الأصول حتى توصي نفوذها الاستراتيجي المثل الأكثر تداؤلا على لسان أصحاب هذه النظرية هو انظر مولت الصين مشروع ميناء هنبان توتا في سريلنكا لكن الصين سيطرت على الميناء وستديره لمدة 99 عاما بعد أن تعثرت كولومبو في سداد الديون بدأ وكأنه قصة رأية من قصص ألف الليلة والليلة لكنه يجاف الحقيقة أولا لم يتم فرض مشروع ميناء هنبان توتا من قبل الصين وإنما جاء المشروع بمبادرة الرئيس السريلنكي السابق ماهند رجا باكسا ثانيا بلغ إجمالي الديون الخارجية للسريلنكا 46.5 مليار دولار أمريكي عند إيجار الميناء عام 2016 منها 4.6 مليار تعود إلى الصين أي 10% فقط بحسب تقرير صادر عن جامعة جونز هوبكنز لذلك ليست الصين سببا رئيسيا لمشكلة الديون السريلنكا ثالثا لا توجد مسألة ما يسمى الديون مقابل الأصول في ميناء هنبان توتا الحقيقة أن شركة صينية استهجرت الميناء عبر مفاوضات شاقة بمليار و120 مليون دولار أمريكي واستخدمت سريلنك هذه الأموال في سداد الديون الأخرى وبموجب عقد الإيجار سيصبح ميناء هنبان توتا قاعدة بحرية سريلنكية من الممنوع أن تستخدمها السفن الحربية الصينية لذلك ليس الميناء حاملة طائرات صينية غير قابلة للغرق في المحيط الهندي وبنسبة إلى الديون الإفريقية العائدة للصين ففي أكتوبر 2018 عندما سويل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في مقابلة حصرية مع شبكة سينيان الأمريكية لماذا أغرقتم أنفسكم في الديون الصين؟ هكذا رد الرئيس كينياتا it's who's doing the lending china you're putting yourself in beijing's debt we are borrowing from china we have borrowed from the united states we have borrowed our health care system the criticism is though that china has another agenda you're familiar with we are familiar with those arguments but our position is a very clear one we have an infrastructure gap that we need to fill and we are going to work with our partners across the globe who are willing to partner and to work with us to help us achieve our social economic agenda because Japan, for example, is our biggest lender when it comes to all our port developments. Today, Mombasa Port wouldn't be without the support of Japan. شيء آخر، هناك خطأ مندقي في نظرية فخ الديون أي اعتبار أن البلد المدين هو الجانب الأضعف في تعاملاته مع الصين الدائنة وبتالي ستتحكم الصين به لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية لكن هل تعلم أن الصين أكبر دائن للولايات المتحدة للسنوات عدة حيث تمتلك سندات خزانة أمريكية تفوق ترليون دولار هل وقعت الولايات المتحدة في فخ الديون الصيني؟ بالعكس، يبدو أن الصين وقعت في فخ السندات الأمريكي حتى ينائر الماضي، وقعت الصين 200 اتفاقية تعاون مع 138 دولة و30 منظمة دولية في إطار تنفيذ مبادرة الحزام والطريق إن كانت هذه المبادرة فخا لديون فلماذا قفزت كل هذه الدول والمنظمات إليه بآين مفتوحة؟